شخصية الملك عبدالعزيز كانت معروفة بالتمسك بالعقيدة ودفاعه عنها والحرص على تطبيق شعائر الدين في كافة مناح الحياة في السعودية هذا الحرص أكد على مكانة المملكة العربية السعودية مركزا للعالم الإسلامي والحاضنة والراعية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة تعتبر مشروعات التوسعة التي شهدتها الساحات وأروقة الحرمين الشريفين في العهد السعودي هي الأبرز والأضخم على مر التاريخ تاريخ المملكة كذلك حافل بالإنجازات الإسلامية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله ومن بعده أبناؤه إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أطال الله بقاءه ترجمة نانسي قنقر